إذا كان يوجد موقع آخر أنا أحدثكم بهذه الحكاية كنت في مطار هثرو في أحد المرات وجاءني شخص وسلم علي عرفني فهو يشاهدني على التلفزيون وعلى الإنترنت عراقي متدين خرج من العراق منذ بداية الثمانينات في نفس الوقت الذي خرجت فيه أنا وغيري من العراق سنة 1980 لم يعد إلى العراق إلا في هذه السنوات الأخيرة واصل دراسته وحصل على الدكتوراه في علم النفس يدرس في الجامعات اللبنانية وكان قادما إلى مؤتمر علمي هنا في مانشستر في بريطانيا جلسنا في صالة الانتظار ننتظر تحديد رقم البوابات فجلسنا في صالة الانتظار العام أعني البوابات التي من خلالها نذهب إلى الطائرة هو كان مسافرا إلى لبنان وأنا كنت مسافرا إلى الجهة التي كنت أقصدها هو قال لي قال لي كنت أتابع برامجك منذ أيامي قناة المودة فما كنت تقوله عن محمد وآل محمد أقبله برحابة صدر لكن ما كنت تقوله عن المراجع والعلماء ما كنت أقبله وأعتقد أنك مشتبه لكنني الآن أقول لك إنك لا تذكر الحقيقة الكاملة أنا قلت له قلت له أنت تشتري مني ثلج وبعدين تريد أن تبيع علي ما يبارد للطيفة قال لي أنت الآن لا تذكر الحقيقة كاملة قلت كيف قال أنا كنت أعبد المراجع لكنني ما رأيتهم ما رأيت مرجعا طيلة حياتي خرجت من العراق وأنا ملتقيت بأحد منهم في هذه السنوات الأخيرة ذهبت لزيارة الأئمة في العراق مع مجموعة من الزوار من لبنان وزرنا المراجع وكنت في أشد الشوق أنا سأنقل كلامه كما نقله لي وناقل الكفر ليس بكافر قال لي شو هذا هناك بعض الكلمات وبعض الألفاظ اللبنانية في لهجته لأنه عاش طويلا في لبنان قال لي شو هذا قال لي ذول أزباله أنا قلت ناقل الكفر ليس بكافر هو يتحدث عن المراجع الأربع الكبار زارهم جميعا قال لي ذول أزباله قال لي لم يخطر في بالي أن أشاهد أناسا بهذا الوضع هؤلاء مجموعة من العقد والأمراض النفسية هؤلاء لابد أن يحجر عليهم في مكان هذا ما هو كلامي هذا كلام هذا الأستاذ يمكنني أن أصرح باسمه لكنني في الحقيقة حاولت أن أتصل به عدة مرات البارحة واليوم ما استطعت أن أتحدث مع كي أستجيزه من أنني أذكر اسمه إذا أجازني سأعود وأذكر اسمه لكم قال لي ذول أزباله هؤلاء مجموعة من العقد والأمراض النفسية هؤلاء أن يحجر عليهم في دور العجزة في أماكن للأمراض النفسية أنا ما تصورت أن أرى مشهدا هكذا لصورة كنت أعبدها وأقدسها ثم قال لي أصبحت الآن إذا أردت أن أضحك أدخل على موقع شيخ بشير النجفي وأشاهد وأستمع إلى ما يقول فأضحك وعلق على هذا قال وفي الحقيقة هو ضحك على نفسي وكأنني أريد كأنني أريد أن أضحك على نفسي بطريقة أخرى مثل ما تقول دائما يخاطبني مثل ما تقول دائما للشيعة أنتم مضحكة لأنه ثبت عندي أنني أنا مضحكة طيلة هذا العمر وأنا أرسم صورة مقدسة لهؤلاء المراجع لكنني رأيت العجب حين التقيت بهم هذه حقيقة أنا نقلت كلامه قد ترفضون هذا المنطق وأنا أقول لكم كثيرون يتحدثون بهذا المنطق اليوم كثيرون كثيرون البعض منهم يمتلك حكمة وعقلا فيبقى على دينه ويبقى على عقيدته بمحمد وآل محمد ولكن في الأيام القادمة إذا بقيت الأوضاع هكذا فإن الأجيال القادمة ستتبرأ من محمد وآل محمد بسبب هؤلاء هذه الحقيقة من الآخر من دون رتوش من دون مجاملات وردوها علي بنفس المنطق إن استطعتم ردوها علي بنفس الحقائق بنفس هذا الأسلوب من الحديث وبنفس هذه الصراحة وبنفس هذا التعبير عن الواقعية على الأرض لا بأسلوب إنشائي مقرف ممل ولا بكرامات كاذبة تضحكون بها على الناس تصنعونها لمراجعكم يا أيها المعممون الدجالون الكذابون ترجمة نانسي قنقر